دكتور فريد ما الذي يسند أقوال المسيح بأفعاله يعني هو أسند يعني إذا ممكن توضع عن هذه الفكرة لأنه هذه أقوال قالها الرب يسوع لكن ما الذي يؤكد أنه أسند هذا القول بفعل معين أولا أن المسيح كان له وهو على الأرض سلطان أن يغفر الخطار لقد غفر لكثيرين مثلا اقرأ لوقة سبعة امرأة خطئة أعتقد أنها كانت زنية وسمعت عنه وأتت إليه باكية بتوبة وبانكسار قلب قال لها المسيح يا امرأة مغفورة لك خطيات اقرأ ماركوس 2 رجل مفلوق أتوا به إلى المسيح ومجرد أن رأى بادر بالقول مغفورة لك خطيات هذا أول شيء سلطان الغفران الخطايا لم يوجد أبدا إنسان استطاع أن يقول مغفورة لك خطيات في حدثة الرجل المفلوق المشلول تضمر اليهود على المسيح وقالوا أنت تجدف من يقدر أن يغفر خطايا إلا الله وحده وإذ بالمسيح يبرهن سلطانه للغفران بالمعجزة التالية قال للمفلوق قم احمل سريرك وامشي غفر خطايا ثم شف جسده لو كان مجرد كلام لم استطاع أن يشفي جسده أيضا المسيح صنع آيات كثيرة في حياته لكن أقول أعظمها هي أنه قام من بين الأموات من مات وقام من الأنبياء من مات وقام من الرسل قبورهم موجودة حتى اليوم أما المسيح وحده لقد مات وقام وأعلن هذا قبلا أنا سأموت ثلاثة أيام أكون في القبل وأقوم وبناء على قيامته هو الوحيد الذي له الحق أن يخلص الإنسان هو المخلص الوحيد وقال بوليس الرسول في سفر الأعمال الصحة 13 بهذا الشخص يسوع الذي قام من الأموات يناد لكم أيها الناس بغفران الخطايا وبهذا الشخص يتبرر كل من يؤمن من كل ما لم تقدروا أن تتبرروا منه بناموس موسى فالمسيح أقرن أقواله بأفعال